اشتركوا في القناة وحتى تتطهر الارض المحتلة من العفن وحتى تتحرر الضمائر ضمريضة من الهزال وحتى تصح الجماهير على الحقيقة فلا تقع بعد ذلك تحت تأثير الزيف نعم هو سباق الثانوية العامة سباق عنيد والداخلون فيه كخيول السباق يعرفون مقدما أنهم سيجرون في ساحات السباق جريا مضنيا بلا رحمة ليلحقوا بالقطار مقطوعتان كما أشار أخي العزيز أيمن مسعود إحداهما من التنظير والثانية من لحمة سودا النص وكلتا هما تضعان اليد على الجرح الذي نعاني منه نحن نتحرك في دائرة واحدة مربوطون في ساقية واحدة لكن هذه الساقية لا تنتج ماء وثمرا وأيكة وإنما تنتج دمى عاش الرجل إذن في صراع بين الساقيتين أن ينتج ساقية المنح في مقابل آلة المحن اسمحوا لي أن أتحدث في عدالة فما لدي هو عشر دقائق عن ملامح نص الصاوي بداية النص الذي قرأت منه هو الأرق وقد كتب خلال سنتي 1970 و 1971 مع ذلك فإن كثيرا مما ورد في هذا النص نستطيع بكل ثقة أن نقرأه على أنه الآن فهو نص زماني نعم مكاني نعم لكنه في الأخير نص يتمتع بقدرة النص على العبور مهما كانت العوائق الزمنية ولئن وصف الصاوي الجرن الذي انقرد ولئن وصف القرى التي تحولت إلى كتل خرسانية مشوهة وسقطت هذه القرى الآن فإنها في النص الأدبي لا تصبح أثرا بعد عين لكنها تصبح تاريخا ومادة حية تصبح تاريخا من ناحية المحتوى ومادة حية من ناحية الشكل من ناحية الفن إن ملامح نص الصاوي التي أستطيع أن أقول بكل جسارة أهملت وأظن أن هذه الليلة لا تكون ليلة للاحتفال العابر وإنما نستطيع من خلالها أن ندفع برجل هذا المكان إلى أن يعيد إنتاج عبد المنع مصصاوي كاملا وليس الشجرة التي حجبت الغابة فقط ليس الساقية وإنما النصوص الأخرى فهناك نص نسميه النوفيلا المصابيح نص مكون من 91 صفحة لكنه نص إذا قرئ هو يقرأ الآن كل ما أرجوه في وقفتي هذه فأنا لن أقول جديدا هو أن أدعو الصاوي إلى أن يتبنى نصوص أبيه وأن تتاح هذه النصوص على المواقع الإلكترونية وأن تتاح بشكل جيد ككتب إلكترونية وأن يعاد طبعها في أعمال كاملة وأظن أنه إذا أعيد أو إذا توفر هنا مركز لدراسة عبد المنع مصصاوي وغيره فسيحدث ما يحلم به أيمن مسعود أن تبقى دائما هناك راية مرفوعة ندرس النص سواء كان هذا النص لعبد المنع مصصاوي أو غيره لكن لدينا مادة قوية جدا أعتقد أننا بحاجة إلى قراءتها ملامح نص الصاوي المفارقة لما كتب في زمنه أو التي لو أتيح لها الدراسة لعرف أنها نصوص عابرة للزمن الأولى السرد الشعري فهو نحن نعرف أن السرد إما أن يبدأ الحدث من منطقة ثم يبدأ هذا الحدث تحرق من ألف إلى باء إلى جيم من ألف وتسعمائة وسبعين إلى ألف وتسعمائة وسبعين لكن السرد الشعري هو سرد مختلف فنحن نبدأ من نقطة ثم نعود إلى نقطة أخرى ثم نعود إلى النقطة التي بدأنا بها وفي هذا أمر يحفظ للنص ماء حياته وخلوده أنك دائما بحاجة إلى إعادة قراءة النص ليس لكي تفهم ما في الأمر ولكن لكي تستمتع بإعادة الناء القائل بما كتب الكاتب وهو أنت نصا روائيا أو علما روائيا أو زمنا روائيا في كل مرحلة إعادة للقراءة أنت تعيد بناء الزمن بشكل مختلف المنطقة الثانية هي تحليل الظواهر الاجتماعية عبر أفراد يتحولون إلى نمازج مع احتفاظهم بفرديتهم في دياب هناك حديث عن مجموعة من الأشخاص هذه الأشخاص تتحول شيئا فشيئا إلى نماذج تحدث للمصريين جميعا لكن لكل شخصية سمة خاصة هذه السمة هي ما تجعلك تمد يديك لتقرأ النص ولا لتقرأ كتابة تاريخ هناك نقطة سابتة في نصوصه وهي التحرك من المجهول إلى المعروف فهو لا يبدأ بتحديد المكان ولا يبدأ بتحديد الزمان هو يبدأ دائما بمشهد ريفي كلوحة يتحدث عن ليل يتحدث عن ساقية تتحرك يتحدث عن خرير مياه ثم يبدأ بك يعرفك بالشخصيات من خلال هندسة محسوبة ومحسومة في النص الروائي أحد العيوب وممكن سبراهيم يصحح لي أن يكون الحوار كثيرا في النص لكن عبد المنعم الساوي يلجأ في نصوصه خصوصا القصيرة إلى الحوار هو يوقف النص ثم يلجأ إلى هذا الحوار لكي يكشف الحوار ما تم سابقا وما تعتمل به الشخصية وما تريد أن تفعله فيما بعد يتميز نص عبد المنعم الساوي بما تتميز به نصوص أنا أسف في الأخطاء اللغوية لأن أنا كاتب بس النقط وبتكلم تتميز نصوص عبد المنعم الساوي فيما تتميز بأنها نصوص بيضاء على مستوى الفعل لا قتل لا دم ربما يعتمل في نفوس الأشخاص أن يلجأوا لأنهم بشر إلى القتل مثلا في المصابيح معين ومهند يرون أن القتال هو الحل لكنهم مع ذلك يبحثون دائما حتى يصلوا إلى حل آخر وهو الزراعة والإنتاج وتصبح الزراعة والإنتاج هما ما يستطيعان أن يطرد المحتل من المكان العتبات النصية قراءة العتبة بداية قراءة أي نص وعنوانه يضيف عبد المنعم الساوي بانتظام الإهداء والتقديم والإهداء والتقديم غالبا في نصوص عبد المنعم الساوي إلى شخصيات وطنية أو إلى شخصيات عادية داخل النص تحولت إلى شخصيات وطنية في نص الأرق هناك شخص عادي تماما هو دياب هذا الرجل يصفه هكذا بعدها بأعوام كثيرة جاء درويش ليصف الشهيد بن الشهيد بن الشهيد فهو يقول دياب ابن دياب ابن دياب المصري ابن المصري ابن المصري وهذا الاسم دياب اسم ينتمي إلى نجوع الريف نظرا ونجوع الصعيد نظرا لما نال دياب ابن غانم في السيرة الهلالية من ظلم مبين لأنه هو من كان يقوم بالمعارك الكبرى في حين أن أبا زيد الهلالي هو الذي كان يجني القطاف ويرجع ذلك للرواه يقولون الجل أبو زيد والفعل لدياب فيما يرى المحللون أن أبا زيد كان يحارب بكرامة وشهامة أعود إلى منطقتي هنا يلجأ إلى اسم شخص عادي موجود في كل قرية هو دياب لكن هذا الشخص الذي يهديه النص يضارع ويكافئ نفرتاري التي أهداها نصا آخر أيضا يأتي التقديم لا يكون التقديم ولا الإهداء بمثابة حجر على القارئ أو حجر العمل ولا مقدمات شهية وإنما هي مسألة فتح أفق التلقي عندما تدخل النص تكتشف أشياء قد تكون بعيدة بشكل ما وهنا ما نسميه التنفر المعرفي وهو الذي يعتمد عليه عبد المنعم الصاوي وأشار له أيمن مسألة الثقافة الموسوعية فهو يوظف كل معلومة كثر البنية الروائية السائدة الحوار نموزجا النص الأبيض العتبات النصية وجود قصص قصيرة جدا داخل النصوص يعني نستطيع داخل كل نص أن أخذنا الأرق نستطيع أن نجد أن هناك قصة بين بنت تحب ولد وترسل له بإس كأنها ترسل إلى أختي سوسا وهو يرد عليها هذه قصة هناك قصة أخرى داخل القصة أن هذا الولد المحبوب يحب سيدة أخرى والتقيان حتى هنا سنصل إلى الخاصية وهي التناص مع الحدث تناصا مغيرا في هذه القصة هو تناص مع أبيات الأعشى الذي كان يحكي فيه أنه يحب مرأة والمرأة تحب رجلا آخر وهي علقت برجل آخر في التناص مع الحدث تناصا مغيرا في رواية المصابيح هناك استدعاء رمزي عالي جدا لقصة المسيح ولقصة السيدة العزراء مريم ولما حدث وعندما نطابق بين شيئين مسألة هذا الاستدعاء ومسألة الأسماء في الناص الأم اسمها مريم لكنها تبدأ الناص وهي بتول زوجها غير موجود وقد قتل طوال النص نحن مع سيدة عادية إلى أن تسأل في التحقيق من أنت لا يصح أن نقول عنك أنك مريم العزراء لأنك منجبة فترد على المحقق إذن مريم الشماء هذه المريم الشماء يأتيها رجل يساعدها كما ساعد في القصة التاريخية وفي القصة الدينية سيدة مريم يوسف النجار فيما أعتقد صحة تمر ويخرجها في رحلة العائلة المقدسة لا يخرج هنا أحد الشيوخ هذه السيدة من الجب ثم يبدأ بها دورة حياة جديدة بعد أن يتزوجها وينظر الناس جميعا إلى مريم على أنها أم للجميع وينظرون إلى الرجل على أنه مصباح المصابيح ويتحول الجميع لمسألة نقل الطاقة الإيجابية التناص مع الحدث تناصا مغيرا الانتقاء والوظيفية دائما يحمل الكاتب على كتفه ثقافة ما الذي سيضع منها وما الذي سيخفيه وبما أن النص الأدبي هو نص فجوات فعبد المنعم الصاوي يجيد تماما اختيار الحدث لا يختار الحدث بالكامل ثم عند وضع هذا الحدث اسمحوا لي لهذا التشبيه لدينا ثلاثة عوالم العالم الأول هو ما يراه الكاتب وما يقرأه وما إلى ذلك العالم الثاني هو العالم الداخلي العالم الكتابة وتكوين النص ثم العالم الثالث وهو النص الذي يخرج هذا النص الذي يخرج هو في الأساس عملية هضم مركبة هذه العملية تراعي وأظن من ضمن ملامح حداثة الصاوي وخروجه من عبائة الرومانسيين على الرغم من استخدامه نفس المفردات ونفس الأماكن وما إلى ذلك هو أنه كان معنيا تماما بأن يضع القارئ في اعتباره أن يجعل القارئ يكمل هذه الفجوات هذه الفجوات الموضوعة داخل الناس جاءت عن طريق سمة الانتقاء والوظيفية والقصدية هناك أمر مهم داخل الناس هو تعاطف السارد مع شخصياته وانحيازه للخير منها هو دائما يصف الشخصيات من خلال أفعالها لكنه يقف مع كل شخصية ويتحاور معها حوارا كأنه حوارا داخلي بالرغم من التزام في معظم النصوص بمسألة الراوي العليم أي الراوي الذي يحكي عن أشخاص من المهم جدا داخل نص عبد المنعم الصاوي انفلاته من مسألة الكتابة الرومانسية من ناحية المضمون فهو مشغول تماما بالمسائل المصيرية التي تواجه الأمة العربية والأمة الإسلامية بالكامل في المصابيح هو يعالج قضية عربية وهي قضية فلسطين ويعالج كيف يمكن الخروج من هذه القضية ليس بالحرب النص يبدأ بمجموعة من الأطفال كأنه مشهد فانتازي أو عبثي مجموعة من الناس تتدفأ بالسلج وبالجليد وينتهي في النهاية وقد تحول هذا الجليد إلى مروج خضراء وقد طرد المحتل نظرا لأنه لم يجد شيئا يفعله وكأنه يشير إشارة خفية إلى أنه كي تحل قضاياك المصيرية ليس عليك أن تحارب فقط وليس عليك أن تتحدث فقط عليك أولا أن تحدث بنية داخلية ونفيعة القرية في الأسماء أول المتمردين في القرية اسمه مهنن وده اسم من أسماء السيف الذي ساعده هو معين هناك نوع من الرحابة في استخدام اسم راشيل الاهتمام بالأماكن المصرية المعرضة للاضطهاد والمحو والإهمال دون أن يبرد ذلك بشكل واضح أو فج أعتقد أن الكلام عن نص الصاوي كنص يحتاج إلى وقت كثير فأعتذر عن عدم القدرة على الإبانة كثيرا لضيق الوقت شكرا